اكد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ان برنامج ما خافي اعظم والذي بثته قناة الجزيرة القطرية مساء يوم امس وما حمله من اكاذيب واضحة ومغالطات فجة ما هو الا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد امن واستقرار المنطقة باسرها ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان هذه الدولة باتت الخطر الاشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تسعى بكل دأب على تقويض مسيرته واثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه واشدد معالي وزير الخارجية على ضرورة ان تعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواجهة تلك الممارسات والاعمال العدائية لهذه الدولة وتصرفاتها غير المسؤولة واتخاذ كافة الاجراءات الحازمة التي تضمن ردعها والزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها وتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقات ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه